بعد تطليق باطما من الترك هذه مبالغ النفقة ومؤخر الصداق إليكم التفاصيل فبعدما أصدر قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بمراكش يوم الخاميس قراره بتطليق الفنان المغربية دنيا باطما من المنتج البحرين محمد ترك ومن مصادر قضائيا فإن المحكمة وبعد أربعة جلسات تم خلالها الاستماع إلى الطرفين ودفاعهما وتم إعطاؤها مهلة لمحاولة الصلح قررت تطليق المدعية وفك عصمتها من زوجها المدعى عليه تلقى أولى بائنا للشقاق مع أدائه لها واجب سكنها خلال العدة وقدره أربعة آلاف درهم ومؤخر مهرها وقدره خمسة آلاف دينار بحريني ما يعادل 138700 درهم مغربي وبخصوص حضانة طفلتهما غازل وليلا روز فقد قررت المحكمة إسناد حضانة البنتين لوالدتهما وتمكين الأب من صلة تراحم معهما مرة واحدة في الأسبوع محددة في يوم الأحد من الساعة العشر صباحا إلى غاية السادسة مساء من نفس اليوم واليوم الثاني لكل عيد ديني إضافة إلى النصف الثاني لكل عطلة مدرسية في حال تمدرسهما شريطة أن ينتقل والدهما لسكن الحاضنة لتسلم المحضونتين وأن يعيدهما لها عند انتهاء وقت الزيارة ومن جهة أخرى أصدر القاضي قراره بإلزام محمد تورك بأداء نفقة طفلته لوالدتها دنيا باطمة بحسب مبلغ 1400 درهم شهريا لكل واحدة منهما وواجب سكنهما بحسب مبلغ 500 درهم شهريا لكل واحدة منهما وأجرت حضانتهما بحسب مبلغ 100 درهم شهريا لكل واحدة منهما بداية من تاريخ إصدار الحكم وإلى حين سقوط الفرد شرعا وفي المقابل رفضت المحكمة طلبت تورك في الحصول على حضانة ابنتيه وقررت قبول دعوة طلب المضاد في الشكل وفي الموضوع القاضي برفض الطلبين وتحميل رافعهما الصائر